السلام عليكم ورحمة الله احلى متابعين نهار جديد وفيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير القلاس عائلي بالكرامل والنوغا يا سلام نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير يجي واحد القلاس عائلي يا سلام يا سلام مشاركة الأخص ديالي الله يطول الله في العمر صراحة مقادير سهلة وبسيطة وكي حمر لوجاه يعني تقريبا لما قلت لي سبعين درهم هكا ديال المقادير خرجت طرد قلاس رائع عائلي وبالصحة والراحة احسن من المحلات الى جربتوه هاتولي مدمينين عليه في هات الحرارة والصيف بالنسبة للنوغا يمهي الى حتى يتحمر ويرجع ما شاء الله وكتحكبه على ورق الزبدة او لا بابي العليمينيون حتى ينشف كتخليوا على جانبك وعن نمروا المقادير هنا عندي واحد غلاس واحد كريم شونتيرة كيتباعه هنا بالنسبة للمغرب رام عروفين واحد ثلاثة فلان واحد ضانيت هنخليه للتزيين جوش فلان كراميل كذلك ويطرو ديال الحلب يعني اللي بغى عينس فيترو يعمل عينوز للمقادير انا ضوبة للمقادير هنا عندي تقريبا وحد خمسة دراهم ديال بوبيتة ديال شوكولاتي وعشرة دراهم ديال اللوز هنا هاد السيغارت هما عنزين بهم هما وها الشوكولة بالنسبة ايما غستعمل الطرى باليداوي ولا الكهربائي ولا الميكسور يعني اللي متوفر عندكم في البيت هنا هنستعمل شنو ما تحركوش بواحد سرعة مفريطة حركو ووقفو باش كريم اطلع معكم جيدة وبالنسبة القلاس ما كتكونش كريمة في حال الكريمات يعني كيكونو سبون خوصو بالزب يعني الكريم ديال القلاس كتكون خفيفة شوية هاد يرى معروفة عن اي واحد مني خلط القلاس ديالي وخيم شونسية عملت نسطرون نسطرون وكبيتهم في البول وضفت ثلاثة ديال فلان وعن حركوهم حتى كيجانس العناصر جيدا كيعطي واحد اللون رائع القلاس ديالنا كيجي كريم والسو واللون رائع من بعد غادي نضيفو ديك جوج ديال فلان وعنضيفو النوغة ديالنا من بعد ما جمدت هرمشناها في المهراز ولا كتضقوها في البلاستيك ولا يعني في ما بغيتو كت تهرمشوها النوص ضفتو داخل الخليط والنصف في الآخر قسمتو ملاجوج عم نزيين به للتزيين وخليتشي تروفا هكا صحاحين باش نزوق بهم في الآخر إن شاء الله بإذن الله غلاس ديالنا من بعد قد تصبوه في شي مول عندكم أنا توفر عنها هالطاسة هي صالحة اللي ما توفرش عنده المول يدير أي طاسة دائرية وكيستويه جيدا وكتعمله في النيبرة ديالكم 6 ساعات احتل ليلة كاملة يعني تبارك الله ما شاء الله النسبة كبيرة هنا يطرو يعني يحتاج الوقت باش يتجمد ومن بعد ما تجمد معنا كي ما كاتشوفو قلبناه في إينا التقديم وكتبقوا تزينو على هالطريقة هادي يعني جامد معنا جيدا كتدردرو ديك النوقة من الفوق هرمشناها في المهرز كذلك أولا كتعملوها في البولسة وكتضقوها بديك المطلاق ولا بشي حاجة كتهرمشوها وزينت كذلك بدي البوبيتة ديال شوكولاتي والتزين كيبقى اختياري نتوما واللي توفر عندكم في البيت وديك دانيت جيت عملناه في بلاستيكا وكتدير خطوط بغيتوا تديرو بالشوكولات ولا بكريم كريمة ولا بلي بغيتوا نتوما أنا ما عدلتاش قلت نزين بدانيت يعني واجد وسهلو كتزينو بديك السيقارة ومكيتبعو جهزين وديك النقعة اللي بقات لطريفاتها هي كان عملا ضيفتها كإضافة للتزين كيجي واحد قلاس بارد ابنين الماداق اللي يقاوم أنا حطوه في التيك توك والأخا ودخلو عندي قالو لي شارك معنا الطريقة أختي قتلوا مرة على اليوتيوب إن شاء الله طريقة التحضير رائعة وبالصحة والراحة ونساوني شمال الله يقول الشراء والتشجيع دي لكم كذا همني